أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض المؤمنين يسأل أنه هل يجوز الاحتقان إدخال المادة في دبر الإنسان أو لا هل يضر بصحة الصوم هل هو من المفطرات أو لا وأكثر المؤمنين من يسأل عن شغلتين الشغلة الأولى يسأل عن التحاميل يجوز استعمالها في نهار شهر رمضان أو لا يجوز يجوز بمعنى مفطرة أو غير مفطرة والشغلة الثانية قال مكروه لا يقدح في صحة الصوم وإن كان الأولى والأفضل تجنب ذلك خصوصا إذا لم تكن هناك ضرورة هذا بالنسبة إلى الاحتقان بالمواد الجامدة كالتحاميل الجامدة أما بالنسبة إلى الاحتقان بالمائع إدخال السائل في الدبر هذا هو مفطر هذا مفطر وإن كان لضرورة كمرض وعلاج ونحوه هذا هو المفطر فمن تعمد الاحتقان بالمائع والسائل بإدخاله في الدبر هذا من المفطر نعم هناك قيد نجده في فتاوى بعض الفقهاء وبعض العلماء أنه تارة الإنسان يدخل المائع في الدبر ويصل إلى جوفه وأخرى لا يصل إلى جوفه يعني لا يتعدى المائع منطقة الدبر وفتحة الشرج في الحالة الأولى قطعا هذا يضر بصحة الصوم عندهم بمعنى أنه هذا هو المورد الذي يستلزم المفطرية أما إذا افترضنا أن هذا المائع لم يصل إلى الجوف أو لم يصل إلى المعدة فهذا عند بعضهم كما أجده عند السيد السستاني وعند السيد القائد أنه ما لم يصل إلى الجوف لا يقدح في صحة الصوم وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا من المفطرات أيضا تعمد القيع التقيؤ والاستفراغ إخراج ما في المعدة طبعا تارة نفترض أن الإنسان يتعمد الاستفراغ والتقيؤ بأن يدخل إصبعه في فمه ويخرج ما في معدته هو يستفرغ إذا كان عن قصد وعن عمد هذا يبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفار أما إذا استفرغ في نهار شهر رمضان من دون قصد وإرادة سهوان من دون اختيار هو استفرغ لا إراديا بتعبيرنا فجأة لاعد شبد واستفرغ هذا لا يقدح في صحة الصوم الذي يقدح في صحة الصوم ويجب بالتالي القضاء والكفارة تعمد القي تعمد التقيؤ تعمد الاستفراغ هذا الذي يبطل الصوم أكو فرع مهم لو افترضنا أن الإنسان ليلا يتناول طعاما أو مشروبا أو يأخذ دواءا بالليل ها مو بالنهار بالليل وهو ملتفت إلى أن هذا النوع من الطعام أو الشراب أو الدواء يوجب الاستفراغ والتقيؤ في النهار ملتفت إلى ذلك وأيضا ليس عازما على ترك التقيؤ وليس مريدا لترك التقيؤ فإذا افترضنا أنه تقيأ في النهار من دون اختيار وقاصد هنا نقول يبطل الصوم يعني لو واحد جاء بالنهار اتقيأ استفرغ من دون قصدين ما أدخل أصبعه إلى ثمه قال الآن ما حكمه صومي نقول لي احنا ليش اتقيأت لماذا استفرغ قال أنا ما أكل شغلة بالليل هذه الشغلة خلتني أستفرغ بالنهار نقول للشغلة اللي أكلته بالليل أو الدواء الذي أخذته بالليل أنت ملتفت إلى أنه هذا الدواء يستلزم الاستفراغ يخليك تستفرغ ملتفت إلى ذلك يقول أنا أدري أدري من أخذ هذه الحبة بالنهار تلوع تشبدي وأستفرغ أدري وملتفت ولست عازما على ترك الاستفراغ في مثل هذه الحالة بهذا القيود يلتفت ليس عازما على ترك الاستفراغ أو مريدا للتقيأ وتقيأ بالنهار هذا حكمه حكم من تعمد التقيأ والاستفراغ وبالتالي وجب عليه القضاء والكفارة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و أهل بيته الطيبين الطاهرين موسيقى موسيقى